اكد الشيخ عبد الرحمن بن احمد بن عبدالله الدوسري شيخ قبيلة الدواسر في مملكة البحرين والدمام في بيان للقبيلة الوقوف الدائم والمستمر لجميع ابناء القبيلة خلف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله واكد الشيخ عبد الرحمن الدوسري ان البحرين بقيادة جلالة العاهل المفدة اقوى واكثر تلاحما وتماسكا وان مؤامرات الدولة المارقة مرفوضة رفضا تاما وتعد سلوكا ناشزا وخارجا عن كل القيم العربية الاصيلة وواصر الاخوة والاشقاء وقال الدوسري ان ما عرضته قناة الجزيرة القطرية من برنامج متدنن ما وإلا حلقة من مسلسل الارهاب القطري ودعمه ما يؤكد غلوة ذلك النظام وفجوره كما يؤكد صواب قرار المقاطعة التي اتخذته البحرين والسعودية والامارات ومصر من اجل وقف الاعمال والممارسات الارهابية بكافة اشكالها وصورها واشار الشيخ الدوسري لان الشعب البحريني عصي على كل المؤامرات الخبيثة ويقف سدا منيعا امام الفتنة والتحريض وشق الصف ويدرك تماما الافتراءات والاكاذيب التي يمارسها النظام القطري ضد دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي